بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المشاهدون انتهينا في الجزء الأول من هذه الحلقة إلى أن ترتيب السور سور القرآن العظيم في المصحف الشريف من الله تبارك وتعالى أوحى به إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يسأل سائل فيقول أنت تتحدث عن قضية ترتيب السور في القرآن هل هذه قضية كبيرة تحتاج منا إلى انتباه أو إلى يقظة ما الداعي إلى ذكر هذه القضية أقول إن الداعي إلى هذا كبير وكبير حينما نقول بأن ترتيب هذه السور من الله تبارك وتعالى إذن لا بد أن نفط إلى أن الله سبحانه أراد هذا الترتيب لحكم وأسرار وغايات إذن وراء هذا الترتيب أسرار أسرار وغايات قد نعرض بإذن الله تبارك وتعالى لهذه الأسرار فيما بعد لكن المهم أننا لا بد أن نجزم بأن هذا الترتيب الذي هو من الله تبارك وتعالى وراءه حكم وراءه أسرار وراءه غايات وسنبين شيئا من ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الجزئية من هذه الحلقة حينما نقول بأن هذا الترتيب من الله تبارك وتعالى أتعرف سر ذلك إن سورة الفاتحة تسمى بسورة الفاتحة حيث افتتح بها القرآن العظيم في المصحب الشريف اتفقنا نعم وعلمنا هذا أتعلم أن من أسمائها كذلك أن من أسماء هذه السورة أسماء سورة الفاتحة أنها تعد أم القرآن هي تعد أم القرآن وأم الكتاب والرسول عليه الصلاة والسلام قد أسماها بهذا فقال هي الفاتحة وهي أم الكتاب وهي أم القرآن لكن ما معنى أم القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقول بأنها أم القرآن أو أم الكتاب لا بد أن تعي أو أن تعرف إيه معنى أم القرآن أم القرآن يعني أصل القرآن وأساسه أصل القرآن وأساسه سورة الفاتحة فأم الشيء أصله أساسه الذي يجمع كل شيء لما ربنا سبحانه وتعالى يقول نعم عن مكة المكرمة هي أم القرآن أم القرآن معنى هذا أنها الأم وباقي القرآن لتنذر أم القرآن ومن حولها معنى هذا أنها فعلا تعد أم القرآن أساس أصل تواجد القرآن طبعا هي مكة حينما نقول ذلك والرسول عليه الصلاة وسلم يرشدنا إلى أن سورة الفاتحة هي أم الكتاب معنى هذا أنها أصل القرآن العظيم وأساس القرآن العظيم لكن تسأل وتقول إيه يعني أصل القرآن وإيه يعني أساس القرآن أقول لك يعني معنى هذا أن هذه السورة سورة الفاتحة أتعرف عدد آياتها بالمناسبة أتعرف عدد ما تقرأ أيها المصلي أياتها المصلية أيها سيدي عارفين عدد آيات سورة الفاتحة لا ليس امتحانا إنما لا بده أن ننتبه إلى أن عدد آيات سورة الفاتحة سبع آيات عدد آيات سورة الفاتحة سبع آيات هي ونبين هذا الكلام لأن بعضهم بيقول لا دا ستة لا دا تمانية عدد آيات سورة الفاتحة سبع آيات حتى بنص آيات القرآن العظيم لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن ويقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ما المراد بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة إذا ربنا سبحانه وتعالى حدد عدد آيات سورة الفاتحة عددتها سبع بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأورى رقم واحد الحمد لله رب العالمين الآية اثنين الرحمن الرحيم ثلاثة مالك يوم الدين أربعة إياك نعبد وإياك نستعين خمسة اهدنا الصراط المستقيم ستة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبع سبع آيات تقول الله يا سيدنا شيخ يا دخول أين آمين أنت ما ذكرت لناش لفظة آمين أين آمين يا شيخ أقول لك يا حبيب العزيز لفظة آمين هذه اللي بنقولها بعد قراءة الفاتحة ليست قرآنا منزلا من عند الله لفظة آمين ليست قرآنا منزلا من عند الله كالسبع آيات أما الآمين منين ده آمين ده سنة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا كتاب القرآن كتاب المصحف لم يكتبوها في المصحف الشريف كما كتبوا السبع آيات لأن المصحف الشريف لم يكتب فيه إلا ما كان قرآنا منزلا من عند الله تبارك وتعالى ونلتقي بحضراتكم بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى شكرا